موسيقى على قطيب عبدالبني الصناكت بدأ من سنوات تمانينات حيث تعرفت عليه كشخص مجيد ومغرم بهذا الفلم الدرامي واشتغل معي في بداية التمانينات في جمعية مشاهرات في مجموعة من العروض المسرحية ثم بعد ذلك كان لي الشراف في المشاركة معه في برنامج السباق المدون سنة 1887 وعند التحاق بالمععد أعطى أكثر والعبدالبني الصناكت من طينة الناس اللي استفدوا من المععد العالي التنشيط التقافي وبيحكم معاشرته للنجوم لأطروا بحاس الفنان الكبير الطيب الصديقي والعلاج والمحمد العافي وغير من الذين تعاقبوا على تنشيط تلاميذ المععد العالي التنشيط التقافي في بدايته فاستفد منهم بزف وضف الشخصيته من خلال الاشتغال فعبدالغنينا كصادق عنده التقافي عليه كيقرب بزف ناهم في القراءة قارئ ناهم ومتتبع وإنسان متواضع ويستمع إلى الآخر ويتقبل النقد بصدر الرحم وهذه ميزة قليلة اللي في انك تلقاعد شي واحد ثم ثانيا رأسه صغير كي ما كنقوله كي يسمع ليك كي يدير كي يشجعك كي يعطيك وكي بخش عليك ماشي بالناس اللي كيتجاوز عليك هذي من الميزات اللي أنا لحظت فعلوني الصناك وصراحة الآداء ذياله في هاد الدور راجع هاد التقافي العالية ذياله هاد الاحتكاك ذياله بمجموعة من الفناني الكبار ودراسة المجموعة من التجاري المسرحية فالتجربة اللي عندهم ومتأثر بتجربة اوروبا الشرقية ستانسلافسكي وغروتفسكي اللي عندهم ما يسمى بالتعبير الداخلي وطيرة لعبه للشخصية لاحظنا بأنه رغم الحيز الزمني للشخصية اللي كتبان في السوار ولكن تأثير العاميق من خلال الجو انتيريور دياله كبير ذيك الندم وكيفاش حشمان قدام جيرانو وكيفاش كي يحس بتقنيب الضامير هاد اللحظة هي اللي جعلت الناس مكين تابجوا في اللحظة باش كتوصل واحد درجة او الا عاجز على المواجهة من من كترة تقنيب الضامير دياله فهو اللي يعطى هاد الكمية اللي يحس بها الناس داخليا وكان لها تأثير في انه يعطى واحد بعد كبير للشخصية ماشي حوار ولكن انجو انتيريور وهذه هي الميزة اللي عند الفلال متمكن من ادواته ومن حرفه وكان لغني صناك من هاد النوع اللي متمكن من الادوات دياله وكي يعطي اي سببات فش لا نصوص اي نص كي يحاول يعطي هاد الكاراكتير دياله فبالني كتشوف الشخصية تقول فلان هادي ميزة ليه كان وجيلي التاحية هو الحصلي للشراف كمدير الفني تاع الجامعية التياطر الهده وكان تعاونه في اطار مشاريع كثيرة زعما صراحة من القامات اللي خاصة تستغل في دو قل النجوم الكبر فتاحييلي من هاد المنبار ونتمنى لي التوفيق في مسيرته الفنية اشتركوا في القناة